خليني الأول هقولك إنه في ظل أسوأ الأحوال دائما يعني الواحد بيتمنى أنه يبقى فيه شيء ما يدعو للتفاول أسوأ الأحوال سياسيا في المنطقة هي ما يحدث الآن على الأراضي الفلسطينية وأنا وإنت بنتكلم أو من يوم يعني بعد على طول عملية طفان الأقصى يوم 7 أكتوبر ويركز حتى أقول لك بعد على طول عملية طفان الأقصى يوم 7 أكتوبر طيب إيه اللي يدعو للتفاول يا يوسف خليني بس نبقى بناخد الأمور بالراحة أنا من أنصار إنه نفكك أي مشهد علشان نقدر نفهم المشهد الفلسطيني الراهن فأظن إن إحنا هنبقى محتاجين نعرف التوالي أو التايم لاين كده زي ما بيسموا لي ومين دول كان زمان يقولك المتوالية التاريخية يعني اللي بيحصل طول الوقت المهم فالتايم لاين أو التوالي في الأحداث المتوالية اللي بتجرى سواء إذا كان مسألة قصف هجوم كوارث إنسانية جرأ محرب ردود من المقاومة اتصالات كثيفة جدا بتحصل من زعماء العالم بفخامة رئيس عبدالفتاح السيسي لقاءات كتير بتحصل من زعماء العالم مع رئيس عبدالفتاح السيسي عندنا هنا في القاهرة وده في حد ذاته مهم إنك أنت تبص على الزاوية دي كويس جدا الناس هم اللي بيتصلوا بينا الناس هم اللي بيجلنا ده مش بكلم بيه برضو بمنطلق في شوفينية مصرية وإنه أكلمك وإنه أقاعد على كرسي فتاية اللطيف كده وحطت رجل على رجل المسألة مش كده على الإطلاق المسألة هو إنه وده اللي أنا دايما نكرره وده قناعة عندي هو تنتهي الأمور أو تبدأ الأمور وتنتهي دائما عند مصر يعني مصر طول الوقت هي القادرة على الحل والربط عرف أنت أهل الحل والعاقد كده حل الأمور أو ربطها يجي من هنا مسألة إنه المنطقة تحلحل فيها قضايا رئيسية ثق أنها لن تحلحل إلا بمصر مسألة إنه المنطقة قد تتعقد فيها الأمور ثق أنه مصر قادرة على تعقيد أمر ما إن كان فقط يشكل خطورة دائمة على المنطقة مش كتير في المنطقة ممكن يبقوا فاهمين ده هل ده معناه إنه اللي مش كتير دول وحشينة كويسين وكل حاجة بس هي المسألة تراكم الخبرات المصرية الطويل جدا 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 ومش بس بقضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة لا هو بأي شبر موجودة أو موجود داخل منطقتنا العربية والتي سميت في مرحلة ما الشرق الأوسط وبعدين شرق أدنى وحدوتة كده المهم يعني تعالي نرجع على المسألة بتاعت غزهال هناك ما يبعث على التفاقل أقولك الاتصالات الكسيفة بتعكس بالتأكيد الثقة في القدرة المصرية على إيجاد الحلول والحلول التي قد لا يرفضها كل الأطراف وخليني أستخدم قد مش للتشكيك ولكن لوجود الاحتمالية يعني ثم إنه لما تيجي تبص على إنه بعض الأمور بتقطع من البداية يحصل فيها قطعية زي مثلا يجوا يتكلموا معنا في مسألة طيب ما تيجوا نعمل حلول وانا الفلسطينيين يجوا عندكوا وإحنا مش عارف نعمل إيه وتبادل أراضي ويتحط بدل السيناريو واحد واثنين وتلاتة وهم كانوا ثلاث سيناريوهات لمسألة التبادلات أو تحديدا زي ما الرئيس استخدم المصطلح ثلاث سيناريوهات لتصفية القضية عن بكرة أبيه الموقف المصري الحقيقة ما كانش بس مجرد موقف رافض لا الموقف المصري كان رافض أصلا للمناقشة يعني ما تفتحش معايا الموضوع يعني عادل ما تيجي تقولي إيه يوسف أنا عايزي أقولك أقولك لا طب بس اسمع لا طب ما أنا هقولك لا أصلا عندي حل تاني لا أنا مش عايز أسمع الحل التاني ولا التالت ولا الرابع ولا العاشر ولا الأول ده ما اسموش تعنت ده اسمه إيه ده اسمه تمسك بالمبادئ الرئيسية مصر يا جماعة مصر كلها على اتساع المفهوم مصر الرئاسة مصر الجيش مصر المؤسسات مصر الأجهزة مصر كلها كلها لديها عقائد ثابتة ومبادئ راسخة وما بتبعدش عنها وهنا ممكن نبقى نقعد بعدين نتفاهم في مسألة الفرق ما بين العقائد والمبدأ من جهة وما بين المواقف وقياسها وتغيير تقييمك للموقف وبالتالي تعطيك وقرارك اللي بتتأخذه مش عايزة أقول لك كلام كتير معاقت بس ده حاجة وده حاجة مواقف دي حاجة أما مسألة العقائد والمبادئ فهي لا تتزحزح لا تتزحزح فالعقيدة ايه مفيش حاجة اسمها تصفية القضية خلاص كده طيب ميت في اين تعالى ناخد اللي بعده المبدأ المصري ايه ايضا او من ضمن المبادئ والعقائد الرسخة ايه هي فكرة انه يبقى فيه نبل في اي طرحة او رؤية مصرية فلما تيجي تعكس الموضوع على القضية الصراع العربي الصهيوني وما يحدث على الاراضي الفلسطينية وغزة على وجه التحديد وان كانت اين ان الضفة تعاني فهرجع اقول لك انه مصر حتى قدامها مبدأ الا وهو القضية الانسانية انا عندي دلوقتي كارثة انسانية فيجب ان انا اوجد حلول وحطينا كل اشكال الحلول المتاحة يعني بدءا من انه انا هوصل مساعدات يعني هوصل مساعدات بالطول بالعرض هوصل مساعدات فمارسنا ضغوط كتير جدا على دول الدنيا علشان نقدر نوصل المساعدات هتيجي تقول لي يوسف المساعدات من عندكو في المعبر اقولك انا المعبر بتاعي مفتوح انا الجنب التاني هو اللي كان دايما فيه مشكلة فاحنا مارسنا كل الضغوط عشان اقدر افتح الجنب التاني اللي مش عندي عشان اعرف اوصل كل انواع المساعدات الانسانية لاهلينا في فلسطين تحديدا في جنوب قطاع غزة يبقى ده واحد يعني ده كده مصار ده مستشفى الشفاء دلوقتي وهتقول لي طيب انا شايف المستشفى يعني فيه اضاءة اهو هقولك اشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا واشكر مصر تاني الجنريتور ما بيشتغلش بالهوى عشان منذ الناس ما تبقاش اشكر ربنا سبحانه وتعالى واشكر مصر ده اللي انا بقوله لك دلوقتي انه هو احنا هنوصل مساعدات يعني هنوصل مساعدات هنوصل مساعدات بتوافق وباتفاق وكل حاجة مصر دايما بتمشي دغري يعني برضو عشان تبقى فيما ده جزء من المبادئ يمكن في السياسة يقولك السياسة ما ينفعش فيها الدغري تخيل انه انت تقريبا الوحيد في الدنيا اللي بتدير السياسة وانت دغري دغري ويجوز يكون وان كنت انا من الناس اللي متأكدة بس ممكن يبقى بالنسبة لك مجرد يجوز يجوز يكون انه السكة الدغري دي هي اللي مديه لنا هذا الثقل انا اؤكد ليك انه ايوه هو السكة الدغري دي الدغري دي لها ما بينقصين فكرة نزاهة الوساطة النزاهة انت الوسيط النزيه الوحيد مش من النزهاء لأ انت الوسيط النزيه الوحيد في الحالة الفلسطينية انت مدير الملف النزيه الوحيد ليه وصفت الحل في الصناب ان احنا مديرين الملف عشان احنا مديرين الملف مش للمرياسة مديرين الملف تاني بتراكم الخبرات تاني بحكم التاريخ تاني بحكم الجغرافيا انت مدير الملف ربنا سبحانه وتعالى عايز كده اي ادوار اخرى ما هياش ثانوية اي ادوار اخرى هي ادوار همة لكن لمساعدة وتأييد ودعم وتعضيض الدور المصري للحل ليه لان انت المدير الرئيسي ليه لان انت الوسيط النزيح الوحيد فانت بتحط الحلول بالطريقة دي هرجعك على مسألة المبدأ الانساني فانت هتوصل المساعدات باي شكل من الاشكال او بالادق انت بتنتقل من مسألة توصيل المساعدات الى حماية المدنيين وهنا بقى ده الجزء الرئيسي حماية المدنيين الرئيس بالتصالات اللي جات له وباللقاءات اللي حصلت معاه هنا عندنا في القاهرة والعمل اللي زي ما هو بمنتهى النزاهة هو الحقيقة بمنتهى الكثافة الرئيس بكل المؤسسات بيشتغلوا على انه لازم ننقذ المدنية لهذا السبب هتيجي تشوف انه كل تراكم الاسابيع الاربعة الماضية احنا شهر دلوقتي ويومه او شهر ويومين النهاردة ويوم تمانية كل هذا التراكم ادى الى انه اصبح خلال النهاردة وانبارح بالليل بس النهاردة بقى من صباحية ربنا يعني عندك يوم ونص اصبح هناك حديث كثير على مسألة الهدن لان انت كنت اول الطرحين والله اذا كنا مش هنقدر نوقف اطلاق النار فوري وسريع وعالاقل انها تبقى غدنة لالتقاط الانفاس الانسانية الناس تتعالج الناس تاكل تشرب يعني نقدر نطلع الناس اللي تحت الركام احنا بنتكلم في مصايب يعني مش بنتكلم في حاجة عادية بس للأسف الشديد انه في بقى دولة ثقافة الاعتياد اصبحنا بنعتاد هذه المشاهد وده شيء خطير ومخيف بالمناسبة يعني لا احب ان احنا نعتاد هذه المشاهد يجب دائما ان هذه المشاهد يبقى لها وقع ثقيل جدا علينا جدا لانه الاعتياد هيخلينا نتعامل معها بانها عادي ويحصل حالة فطور فيجب انه يبقى المشاهد دايما لها وقع ثقيل جدا علينا ونبقى مركزين في ده فهتلاقي انه نقترب من وجود هدن العالم يتحدث عن الهدن مؤتمر باريس يتحدث عن الهدن طب انا من خلال كل ده اقدر اقولك وهو مين اللي سك هذا المصطلح فان لم يكن وقفا لاطلاق النار اذا فهي الهدن الانساني بالجامعة مش الهدنة الهدن برضو تاني هقولك السياسة المصرية هي اللي وضعت هذا المصطلح وسكته في هذه الازمة الراهنة او هذه الكارثة الراهنة ايام ده مجرد تصور ايام قليلة جدا قد يكون يومين تلاتة وهتح وهيحصل ده دي معلومة ولا تحليل هقولك تاني فكك المشهد شوف بعنيك زي ما كنا بنتكلم فيه دلوقتي تقدر تفكك كويس جدا تقدر تتابع الاخبار اللي منشورة في الجرائد تقدر هنتكلم معاك على مؤتمر باريس هنتكلم معاك على بعض الاخبار المتنثرة اللي موجودة نقدر نتكلم مع محللين ايوها والاتجاه يسير في كده مصر قدرت توصل العالم لحاجتين مهمين الحاجة الاولى انه الرأي العام الدولي بتكلم على المستوى الجماهير مستوى الشعوب برا اتغير او بدأ يتغير يا سيدي الناحية التانية انه هناك حكومات بدأت تغير من وجهات نظرها هل بالكلية يعني قلبت على المية وتمانين درجة هقولك لا هنفترض انه واقف عند الزاوية تسعين جهد رائع ولسه هنكمل مش بالضرورة ان نوصل للمية وتمانين لكن ده مش معناه ان احنا مش هنوصل مع بعض الحكومات بعض الدول بعض الانظمة لتغيير مية وتمانين درجة بالكامل وارد مش بالضرورة هي الحكومات والانظمة الرئيسية الداعمة او الدواعم الرئيسية للكيان الصهويني المحتل قدر العربية لكن بنخلق زخم مما زي ما بيتقال كده وعليه شوف المشهد هتكتشف ان القدرة المصرية على انها تخلق وضع اخر في القطاع قدرة مهولة تغيير رأي عام عالمي تغيير وجهات نظر حكومات مش هقولك تغيير شيء من التغيير بدأ يحصل في الرأي العام العالمي شيء من التغيير بدأ يحصل في الحكومات والانظمة الحاكمة شيء من التغيير بدأ يحصل في طريقة اتخاذ القرار تذكر في بداية الازمة انه محدش بيتكلم على حل الدولتين الا انت بس محدش بيتكلم على وقف اطلاق نيران او على الوضع الانساني الفلسطيني يتحدثون عن الوضع الانساني على الجنب الاخر الناس كلها كنت ما بتتكلمش خالص على الهدن انت بس اللي كنت بتتكلم على ده النهار ده بقينا بنتكلم على انه ايوة نحن نوفق على حل الدولتين انتوني بلينكين بيقول اه قبل كده ما كانوش بيتكلموا في مسألة احنا مقتنق يعني لما كانوا يتكلموا معنا يقولك نهجر دلوقتي بيقولك نحن نستوعب جيدا ان احنا بنرفض التهجير بلينكين اللي بيقول خلاص فيش حاجة اسمها تهجير امريكا قعدت سنين بتصيخ في مشروع التهجير سنين النهار ده بيقولولك ايوة ما فيش تهجير وايوة هنمشي او هنمضي قدما في حل الدولتين هياخد وقته لا هي اسابيع ولا هي شهور السياسة مش كده عشان برضو ايه ما بقاش بديلك جرعة متفائلة اكبر مما يجب السياسة مش كده حل الدولتين ده هياخد وقته المهم ان مصر بدأت وحططوا على الترابيزة الملف اصبح موجود على الترابيزة مش بس كده ده الملف اصبح كده البحث اصبحنا بنسمع تعبيرات رئاسية ووزراء خارجية للدول الكبيرة بتقول ايوة حل الدولتين لا للتهجير بس كده اوضاع انسانية يلا نروح على الهدن كل اللي انت بتعمله ده وعندك شأن داخلي مصري ملفاته ممتلئة وثقيلة صح؟ لانه في وضع اقتصادي عالمي اصلا ضاغط وضع اقتصادي اقليمي ضاغط بسبب الصراعات اللي موجودة عدم استقرار في ليبيا ابعد منه بكتير في السودان للأسف غير جيد على الاطلاق زي ما انت شايف الوضع في فلسطين الى اخره يا رجل ده انت عندك قوات امريكية بنقلتين طائرات وغواصة نووية وبعض القطع البحرية موجودة في شرق المتقصد يعني انت متخيل كل ده يسوي ايه يعني وبالرغم من ذلك مصر مش بس ماشي مصر بتتحرك وبتتحرك ايجابيا على المستويات ملفات الداخلية بشكل ايجابي قد تكون مش بالسرعة اللي انت بتتمناها لكن اقدر اقول لك انه سرعتك اللي انت بتتمناها دي حلم وحلم جيد كلنا عايزينه لكن في ظل الاوضاع دي اي تحرك ايجابي لقدامه ولو صنطي واحد معجزة من ربنا سبحانه وتعالى بيسبب فيها الاسباب بقى لعباده اللي بيشتغلوا على ده